يعني عادة الزواج الثاني سواء كان بعد طلاق أو بعد وفاة شريك الحياة ويكون زواج ثاني لكل الطرفين أو ممكن لواحد من هذول الطرف فيه هيك زي معايير معينة تحكم هذا الزواج بغض النظر عن التفاصيل شو بتكون هاي؟ أهم معيار هو نمط شخصيت كل طرف من الطرفين إذا كانت أنماط شخصيتهم قريبة من بعض أو فيه اختلاف توافقي بكملوا بعض بيكون العلاقة ناجحة لأنه 70% من اللي بنفصلوا بالمحاكم ناتج عن اختلاف أنماط الشخصية وطبعاً 30% اللي هو تدخل الأهل المشاكل الاقتصادية ومشاكل مختلفة نعم طب إذا بنا نحكي على فكرة الحذر ندخل علاقة زوجية بحذر والمفروض أيضاً بردج أكبر هل تعتقد أنه هذا الإشي بيأثر على العلاقة هل نضمن النجاح بالمطلق ولا الحذر أيضاً ممكن يكون فيه له جانب يعني مخيف أو سلبي إلى حد لا هو بالتأكيد الحذر رح يكون موجود في الزواج الثاني لأنه كل طرف بيكون خاط تجربة أو أحدهما وصار عنده فكرة معينة أنه وين نقاط الضعف أو الخلل حدثت وبالتالي بيصير عنده فكر أنه أنا بدي أختار بطريقة عقلانية أكثر لأنه ممكن الإختيار في المرحلة أو المرة الأولى كان عاطفي أكثر ودائماً في العاطفي دائماً نقول أثناء فترة الخطبة من قبل الزواج بيكون فيه كل طرف بيقدم أفضل ما عنده وبالتالي بعد الزواج بيسي يقول لك نكشف كان لابس قناعة كانت كذا كان كذا وبالتالي لما نيجي نحكي في الحذر حذر اللي هو المطلوب في مرحلة الزواج الثاني غير المقلق يعني مش الحذر الوسواس الحذر شو بنقصد فيهون الحذر أن يكون يختار شريك حياته بطريقة صحيحة كل الزواج الثاني عادةً بيكون فيه أولاد بيكون فيه عند أحد الأطراف أو الطرفين وبالتالي بدي يكون فيه تحديد يعني لازم نحدد كل مرحلة مرحلة الحياة الزواجية طبعاً المرحلة المرة الأولى بدي يكون فيها ما فيه شركين مع بعض اللي بسموه التوافق الزواجي للطرفين ثم تشكيل أسراء وأبناء ومن ثم ممكن يحدث انفصال وبتصير فيه زواج تاني لأحدهما أو كلهما وبالتالي بدي يكون فيه متطلبات أخرى إضافية إنه أسراء وأشخص دخل على أسراء ما دخلش على شخص أو شخص أو شخص الحذر بدي يكون فيه اختيار شريك الحياة والحذر بدي يكون من ناحية إيش؟ من ناحية إنه هل هو مناسب إليه؟ هل أفكارهم؟ طبائعهم؟ هل التوافق الاجتماعي؟ حتى التعليمي والمالي برضو هذا يعني مفروض يكون بعين الاعتبار عندي اختيار الشريك هلأ فيه ناس يعني أنا هيك بشعر وبعرفش يعني أكد لي إذا صح إنه فيه ناس طبيعة علاقتهم مع أي شخص أو خصوصا الشريك الحياة هي أصلا طابعها مش متزن يعني بيكون هدول الناس لو تجوز عشر مرات كل مرة رح يفشل إنه هو أصلا نظرته لهذه العلاقة مش بالطريقة زي ما نقول اللي فيها التوازن الطريقة اللي فيها احترام يعني فيه مشكلة بعمل هذا الشخص لأي علاقة أكتر شي من واجهه بالمحاكب القضايا من هذا النوع اللي هو الموروث الاجتماعي اللي بياخده الشخص رجل أو المرأة عن فكرة الزواج من فكرة الزواج أنا لازم أتزوج وصلت سن معين لازم أتزوج بغض النظر من الشخص أو شريكي أو شريكتي لكن الموروث الاجتماعي إنه المرأة عليها واجبات معينة والرجل عليها واجبات معينة وهنا بيصير الاختلاف إنه إحنا عادة بمرحلة الخطة أو مرحلة المقبلين عن الزواج ما منحط يعني اتفاقية أو شروط خلاص منكتفي بعقل الزواج وحتى في كتير ناس بيعرفوش إنه في شروط لعقد الزواج ممكن أحط شروط أو لا لكن إحنا فيه اتفاق أدبي واتفاق اجتماعي اخلاقي بين الطرفين وقد يكون ملزم لمرحلة إنه ممكن نوثقوا في عقد الزواج وبالتالي هاي الأمور لما منكون عارفين كم ننجب وكم تباعد بين الأحمال وين نسكن الأثاث كيف ننجب شو الطريقة هاي يمكن عادة لا تناقش لا تناقش وبيسطدموا مع بعض في عملية تجهيز المنزل وعملية حفلة الزفاف صحيح شكليات الأمور شكليات وبصير خلاف وبصير انفصال نعم لأنه نسبة الطلاق عندنا قبل الدخول أثناء فترة القطبة وما بعد كتب الكتاب مرتفعة ليش لأنه ما بيصير في اتفاق قبل صح وعندنا احنا مجتمع كما تعلمون أغلبه ما بنحكيش عن عمان نحكي عن المملكة محافظة وبالتالي ما حدا بيقبل أنه يجي شخص يتعرف على بنته أو يقعد معها ويتفق معها بدون ما يكون كاتب الكتاب وهذا في مجتمعات اللي تقدمت علينا حضاريا وعدد سكان مثل مصر وسوريا يكتب الكتاب ويخلوه آخر يوم قبل الزفاف وبالتالي بيصير في قراءة فتحة وخطبة بيصير في تعارف وبيصير في اتفاق وبيجهزوا كل شيء وقبل العرص بكم يوم بيصير في كاتب الكتاب نعم دكتور دي أسألك على الجانب العاطفي أو الوجداني لتجربة الطلاق بتصير في عدة طرفين حالة من عدم الثقة في النفس ما يتعلق بأنه قراري ما كان صحيح هل أنا شخص لا أصلح للزواج وهذه التساؤلات تبقى إلى أن يصبح لدينا زي ما هو موضوعنا اليوم تجربة زواج ثانية كيف نضمن أنه هذا القرار هو صحيح ليس خوفا من الوحدة أو خوفا من عدم القبول أو تقبل شريك آخر يقبل فكرة أنك مطلق أو مطلقة كيف نعرف أنه إحنا داخلين على هذا الزواج بالفكر الصحيح لنقدر نبني أسرة منه الجديد سؤال كثير مهم لأنه موضوع الطلاق وفيه قبل سنوات كان يعتبر وصمه مجتمعية ومش مقبول لكنه مع تزايد وارتفاع نسبة الطلاق وأصبح يعني فيه شي بيت يخلو من هذا الأمر صار فيه تقبل اجتماعي وكان في البداية لما نيجي نكتب كتب الكتاب يقولوا والله بكر مطلقة قبل الدخول بعد دخول بطلت كتير لكن في بعض المجتمعات المغلقة ما زالت موجودة لذلك أنه إحنا بننبعد يعني ما بدنا نقول أنه انفشلت هاي التجربة بناء على أني أنا مش قادر أدير منزلي أو هو مش قادر يتعاون مع زوجته لا فشل الحياة الزوجية قد يأتي فيها تدخلات خارجية إذا بنحط الرجل والمرأة أو الشركين مع بعض بيديروا أسرتهم بتنجح حياتهم لكن تدخل الجيران الأصدقاء الأهل يعني للأسف في بعض الرجال والنساء يعني للأسف من خلال شاشة من شاشات فيلم معين مسلسل يتأثروا بيحدث وكسمعنا كثير حالات طلاق على مسلسل أو أغنية أو على كذا وبالتالي إحنا نظن نبعد عن لا أنه فيه الناس كثير بتأثروا باللي حواليهم ولكن إذا صار طلاق بعد الطلاق بصير في صدمة عاطفية عند المطلق كيف تعرف أنه جاهز لهذا القرار؟ وبالتالي ما هو بيظل متردد الإنسان قبل الطلاق لكن لما بيصير عنده وبصير متحمس واللي حوالي كلهم بيحمسوه لكن بعد الطلاق بصير عنده صدمة وبالتالي ممكن يريد يرجع يعيد العلاقة الزوجية نفسها مع الشريك نفسه لابد يكون فيه تباعد لابد يكون فيه تباعد لازم يكون القرار عقلاني أكتر من عاطفي وأكتر من تأثير الخارجي يعني لو جينا أخدنا اتنين بدهم يتطلقوا وحطناهم في مكان لحالهم وقلنا لهم عيشوا مع بعض لحال كو شهر شهرين ثلاثة نشوفوا ما رح يتطلقوا بسهول بيصير على أرض الواقع هين ارتبطت هين ارتبطت معناته الغلط مش فيه وكأنه بيصير فيه إثبات مرات بيصير فيه تحدي بأنه أحد الطرفين بروح بتجوز بباشرة حتى يثبت ممكن يفشل ممكن الزواج السريع هذا يكون مش مبني على اختيار صحيح وبيصير فيه فشل لكن احنا بنحكي أنه فيه كثير حالات زوجية أو أزواج بيرجعوا لبعض بعض الطلاق لأنه اكتشفوا أنه انضحك عليهم حدا خرب بيتهم حدا حردهم هل فكرة معينة أو لغرض ولكن احنا بنقول طب ما هو الزواج الثاني نفس الشخصين الشركين هم لما يتزوجوا مرة تانية ما هم هي علاقة زوجية إذن هلا في المرحلة الأولى لما تزوجوا واتطلقوا الآن بدهم يرجعوا يتزوجوا لأنه ما في حدا بيحب يعيش لحاله يعني أنت ما عدت لي بالعقل في الزواج الثاني العقل حتى من المرحلة الأولى الزواج الأول دائما نازم يكون يعني ما نرد على الحب وعالمشاعر لا الحب ما في حدا بيقدر ينسوا دون حب لكن عم نحكي على ترجيح العقل ترجيح يعني الحب خليه موجود إذا ما في حب مبني على قبول وفي توافق توافق العقلي واحترام والاهتمام ما رح يكون فيه وهذا الحب مش بس عشان أتزوج عن تلك شريكي أو شريكتي لا لازم يضله مستمر لأنه إذا ما استمر في مرحلة المعينة رح يصير انفصال رح يشعروا الطرفين بأنه خسروا بعض رح يرجعوا يتزوجوا أو كل واحد بيجرب تجربة تانية وإذا جرب صعب بيرجعوا يعني الأمور مشاربة كسوية لكنه إحنا إذا قدرنا نحكي للمشاهدين ونركز على موضوع العقلاني في اختيار الشريكي لازم يكون الزواج التاني عقلاني لا يمكن قليل مجداً يكون عاطفي لكنه إحنا بصراحة منواجه مشكلة أنه كثير من الزواج والزوجات في زواجهم التاني بيغلبوا بيصير عندهم التجربة الأولى يقيسوا عليها في التجربة التانية فبتفشل التجربة التانية لازم تفصلوا بين التجربة الأولى والتجربة التانية مقارنة مقارنة لأن المقارنة بيصير عنده وسواس قهري لا كانت تعرف دخلي وأنا غلبتني في النفقات وكذا بديش أدي أخفي عن زوجة التانية أو أنه زوجي الأولى كانت كثير أبدي الزوجة التانية أتعمل معها بطريقة مختلفة كل حالة كل شريك من شريك سواء الأول أو الثاني له صفاته اللي منسميها أنماط شخصيته التي قد تنسجم معه الأول أو لا تنسجم معه الثاني طيب إذن بما أنه يعني نحن لازم نستفيد من خبرتك دكتور لأنه إليك أكتر من 25 سنة خبرة في المحاكم الشرعية وإنت على اطلاع على أسباب عدم نجاح الزواج سواء الأول أو الثاني فبالتالي بحب يعني قبل ما ننهي نسمع نصائح منك لكل شخص مقبل على زواج ثاني شال نصائح اللي تعطيهم يا حتى يتفادوا أسباب فشل هذا الزواج أهم من النصائح اللي بحب أحكيها للمشاهدين الكرام أنه ما يقيس تجربة الأولى على التجربة الثانية واحد نين الاختيار سيكون صحيح ولما يكون الاختيار صحيح بيكون فيه توافق حتى لو فيه اختلاف بين الطرفين لكنه هو اختلاف توافقي هذا أهم نقطة ثانية النقطة الثالثة أنه يطول باله لأنه يطول باله على الاختيار وحتى بعد الاختيار بده يكون باله طويل ما يكون فيه تسرع خصوصا بهذا الوقت ويكون فيه عنده قبول لأنه أنت عم تتعرف على شخص جديد ويعني بصراحة نحكي مع بعض قبل عشرة سنين أو عشرين سنة إحنا نفسنا مش زي هلأ صح ولا بعد عشرة سنين أو عشرين سنين لأقدام بتعرف شو هذي نتغير إحنا منتغير طبعا إحنا منتغير ومندخل على علاقة وإحنا ما منعرف الشخص الآخر ولا منعرف حالنا حتى هذي كل مرة كنت عم بسمع يعني شاب وصبية مقبلين على الزواج وأخذوا دورة للمقبلين على الزواج فكان عم بيقولهم الأخصائي النفسي إنه فيه ثلاث أسئلة لازم تعرف تجاوبها إذا ما جاوبتها معناته أنت مش جاهز للعلاقة أول واحدة شو الإشي اللي بيخلي قلب يعني لشريكك قلبه يرقص شو اللي بيخلي بفرح شريكك من قلبه صح شو الإشي اللي بيخاف منه شريكك وشو الإشي اللي أنت بتقدر تضيفه على حياة هذا الشريك شير حلو حسيت إنه نحن بدخل هلازم يدغشوها بالاستشارات أنا فكرت يعني أنا صمي كتير من شخص والعديد من الأزواج على فكرة مش ممكن يعني يكون عن نفسها دائما الحب مبني على السعادة وفر سعادة والسعادة مبنية على قاعدتين أساسيتين الاهتمام والاحترام إذا قدرنا نحافظ على حاجز من الاحترام والاهتمام بين الشركين رح نبني سعادة ونبني على الحب يعني هي اللي تفضلت فيه بالضبط رندا وأنت كمان دكتور فيما يتعلق بي أنه الزواج هو ليس إشباع الحاجات الفردية هذا اللي لازم احنا كمانا نوضحه عند شبابنا هي شراكة يعني أنا زي ما عندي احتياجات أيضا الآخر بدي أكون أدارسة هذه الاحتياجات دي أشكرك دكتور على هذه النصار يعطيك ألف عافية شكرا إلك شكرا إلك دكتور أحمد أبو رمان أهلا وسهلا أهلا بك